اشتعلت بؤرة توتر جديدة داخل العاصمة الاثيوبية أدس أبهبا بعد مقتل شخصين وإصابة العشرات خلال مظاهرة ضد تدمير الحكومة لمساجد في إطار مشروع حول العاصمة أدس أبهبا واندلعت اشتباكات في محيط مسجد أنوار في شمال العاصمة الاثيوبية خلال احتجاجات على هدم أكثر من 19 مسجدا في منطقة أوروميا وفق مجلس التنمية الإثيو أمريكية ودع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أدس أبهبا إلى بدء ملاحقات بعد الرد غير الدستوري وغير الإنساني من جانب قوات الأمن ضد المسلمين الذين أكد أنهم يدافعون سلميا عن حقوقهم